اشتركوا في القناة ورفع الجميع إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى أطيب التهاني والتبركات وأصدق التمنيات بهذه الذكرى المجيدة معبرين عن عظيم الفخر والاعتزاز بما حققته المملكة بفضل قيادة جلالته الحكيمة من إنجازات هامة في جميع الميادين والتي جعلتها تحظى بمكانة رفيعة ومتقدمة بين دول العالم وعربوا عن اعتزازهم بجهود جلالته الكبيرة من أجل تطوير علاقات المملكة مع سائر الدول الشقيقة والصديقة وترسيخ مواقفها المشرفة في مختلف المحافل العالمية بالإضافة إلى تعزيز دورها الريدي في محيطها العربي والدولي سائلين الله جل وعلا أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه بمتعه بوافر الصحة والسعادة والعمر المديد لمواصلة قيادة مسيرة الخير والعطاء المباركة التي تشهدها المملكة في عهده الزاهر كما استقبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بحضور سموالي العهد رئيس مجلس الوزراء مع السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ومع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونوابهما حيث رفع الجميع إلى جلالته أخلص التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني معربين عن عميق اعتزازهم بقيادة جلالة الملك المفدى الحكيمة ونهجه السديد وشيدين بالإنجازات الشاملة التي حققتها البلاد في عهد جلالته الميمون ومؤكدين أن دعم جلالة الملك المفدى اللامحدود للسلطة التشريعية كان له بالغ الأثر فيما تم تحقيقه من إنجازات مهمة تمثلت في تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تلبي تطلعات المواطنين واحتياجاتهم بالإضافة إلى ترسيخ دعائم النهج الديمقراطي ومواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وطنية رجين المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويوفقه ويرعاه وينعم على جلالته بموفور الصحة والسعادة وأن يديم على المملكة عزها ورخائها وأمنها واستقرارها تحت غيادة جلالته وقد ألقى الشاعر محمد هادي الحلواتي قصيد بهذه المناسبة قد صغت باسمك أنجماً وكواكباً قد صغت باسمك أنجماً وكواكباً مضصغت بالشعر الجميل مناقباً وجلوت بالكلمات أجمل غادة حسناء تجلو بالجمال غياهباً هيفاء إن خطرت أرى خطر الهوى حولي يثير هواجساً ورغائباً لم أدر من أي الجهات رأيتها فجميعها حسن يثير متاعباً قد لامست قلبي بأجمل صورة مذ أسبلت فوق النهود ذوائباً وتمايلت غنجاً وماست رقة تبدي وتخفي في الجمال عجائباً كريم إن خطرت تداعب مقلتي وترد من قلب الشباب الذاهباً خمسون عاماً قد مضت وأنا أنا ما زلت للغيد الحسان معاتباً وشربت من كأس الغرام ممنياً نفسي بأن ألقى الحبيب الغائباً لم أتعظ مما لقيت ولم أكن يوماً أخاف من الزمان معايباً وأرى بأن العمر مهما أقبلت أيامه سيظل حلماً غائباً أسعى له وأخافه لكنني في الحالتين أرى جهاماً كاذباً أو بعد مبيض القذال أريد من بعض الجميلات الحسان مطالباً وأريد منهن الجواب لسؤلتي وأرى الجواب مناوراً وموارباً لكن ألح لعلهن بلحظة يشفقن أو يبدين قولاً راغباً لهفي على تلك السنين وقد مضت عجلاً تقطب سحنةً وحواجباً أقسمت بالله العظيم وإنني ما كنت عن قول الحقيقة ناكباً إن الحياة جميلة لمن ابتغى للخير باباً أو أمات مثالباً وسعى لنيل المكرمات وكان في كل المواقف للفضيلة طالباً كالفارس الشهم النبي لأخنها والرأي من تخذ المكارم صاحباً ومن امتطى صهوات كل ملمة فأعادها للرشد تسلس راكباً وإذا أشار بكفه لكريهة قد قطبت أرخت إليه ركائباً يسطو على صعب الأمور بعزمه فيحيل جلمدها غباراً سارباً وتراه إن حمي الوطيس بمعرك كالليث يقتحم المصاعب غاضباً لولا سماحته لقلت بأنه نار تصب على العدو لواهباً وتراه في سوح العطاء كأنه غيث يسح من الغيوم سواكباً ينصب من تلقاء راحة كفه فترى المفاوز من نداه عواشباً تترى بيمناه السحائب إذ ترى في كل أنملة نداً وصحائباً لله دركاً يا أبا سلمان من فذ تجيء له القلوب مواكباً تهفو لطيبته القلوب وإنه ضم الجميع أباعداً وأقارباً وسع الجميع محبةً وسماحةً جعلت جميع الشعب منه حبائباً قربتهم كأب وعشت همومهم كأخ يرى بذل المودة واجباً وبدأت بالميثاق وهي مسيرة كانت وما زالت طريقاً لاحباً يوم به الميثاق أشرق نوره كالشمس تملأ بالضياء سباسباً أمل أضاء على الجميع بريقه لف البلاد مشارقاً ومغارباً أمل أضاء على الجميع بريقه لف البلاد مشارقاً ومغارباً وأعاد للحلم الجميل ضياءه وأزال عن صفو الجمال شوائباً وبنا على الدستور منهج رفعة وسما بأمنية وأعلى جانباً وأعاد للبحرين رونقها الذي أضحى وأمسى للمشاعر جاذباً بك يا أبا سلمان أورق عودها والجدب أصبح منك خصباً عاشباً وأضاءت البحرين حتى استوثقت منها العرى كي تأمنن عواقباً أضحى إلى البحرين درعاً سابغاً يحمل جميعاً عقائداً ومذاهباً وإذا نسيت فلست أنسى موقفاً أحييت فيه من القلوب سواغباً وشفيت أفئدة أحاط بها الأسى وعفوت مقتدراً وجست مصاعباً ومدت كفاً بالسماحة والندى جادت فولى الخوف منها هارباً طابت سجاياك الكريمة كلها ولذا أراك بكل رأي صائباً والمرء إن تبع الهدى في قوله أو فعله سيكون حتماً غالباً والمرء إن تبع الهدى في قوله أو فعله سيكون حتماً غالباً فأنا الذي غنيت باسمك أحرفاً طابت فكانت في القصيد أطايباً وبثثت باسمك من جميل قصائدي ما يستطاب مآثراً ومناقباً وطفقت أنثر بالحروف لآلئاً ولبست من حلل الفخار جلابباً خلت باسمك كل حرف صغته وبنيت لي صرحاً بذكرك دائباً وأعدت ترتيب الحروف قلائداً تخذت ميادين الجمال ملاعباً وعلمت أن الحب أجمل صورة في الشعر تملأ بالجمال مضارباً وتعيد نبض الروح إن هي آذنت بالضعف أو وردت حياضاً ناضباً فالشعر عندي أن أصوغ قصائداً حباً وصدقاً لا تروم مناصباً كلا ولا تسعى لنيل مثوبة أرجو القبول مكانة ومراتباً ولذا أتيت بطاقة الريحان من شعر على الذكر الجميل مواضباً ونطقت ما عاينت منك مكارماً ومآثراً شرفت وخلقاً طائباً فاقبل أبا سلمان قولة شاعر في حبكم وهب الحروف مواهباً تزداد إشراقاً بذكركم الذي جعل الحروف بها شهاباً ثاقباً ولو أنها امتزجت ببحر لستوى عذباً ويغرق بالصفاء الكاتباً طابت مسيقاها وطاب سماعها وصفت فطابت للقلوب مشارباً طابت مسيقاها وطاب سماعها وصفت فطابت للقلوب مشارباً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر موسيقى بعد ذلك استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء في قصر الصخير أمس صاحب معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين سموالفريق أول الركن الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز المخابرات الوطني وعدد من من كبار الضباط حيث رفعوا إلى جلالته أسماء آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للتصويت على ميثاق العمل الوطني سائلين المولى عز وجلان يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة على جلالة الملك المفدى بموفور الصحة والسعادة لمواصلة قيادة مسيرة النهضة التنموية التي يشهدها الوطن العزيز في جميع الميادين في ظل قيادة جلالته الحكيمة هذا وقد بادل جلالته وحفظه الله الجميع التهاني بهذه المناسبة وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة أكد حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أن ذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني تعد انطلاق واعدة في مسيرة التحديث الشامل الدولة وسلطاتها الدستورية وجاءت ملبية لتطلعات أهل البحرين حيث كانت لهم وقفة مشرفة تجسدت فيها الهوية البحرينية الأصيلة والمتطلعة للتطوير والتقدم الحضاري وشيرا جلالته إلى أنه بعد مرور 21 عام على هذه الذكرى العزيزة تواصل المملكة المضي قدما في مسيرتها الحضارية الشاملة بفضل تكاتف جميع ابنائها ووحدتهم وما يتميزون به من عزيمة وإخلاص ورؤيا نبيلة لخدمة وطنهم ورفع رايته في جميع المحافل كما أضاف جلالته أن ثوابث المثاق بروحها المتجددة ورؤيتها الوعدة ستظل دافعا لأبناء البحرين نحو المزيد من البناء وتعزيز دور المؤسسات التشريعية وفتح أفاق أرحب للمشاركة الشعبية وفق النهج الديمقراطي المتطور وأشار جلالة الملك المفدى إلى أن الإيمان بضرورة البناء على ما تحقق من إنجازات هو السبيل الناجح لترسيخ قواعد الدولة المدنية القائمة على العدالة والمساواة دون تمييز وأكدا على أن المملكة ستعمل دوما على تعزيز قيم الاحتدال والتسامح والتعايش في مجابهة التطرف والتعصب وسترسخ دائم العمل السياسي القام على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سيادة القانون واستقلال القرار الوطني وستظل بإذن الله واحة للخير والمحبة والسلام وقد أعرب جلالة حفظ الله ورعاه عن اعتزازه وتقديره لما تم تحقيقه من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية وفق ما وجه به جلالة هيد الله معربا جلالته عن تطلعه بأن يكون هذا الإنجاز دافعا لمزيد من الخدمات المتكاملة لصالح المواطنين وحول ما يشهده العالم من تطورات أكد جلالة الملك المفدة أن مملكة البحرين اختارت السلام نهجا والحوار خيارا استراتيجيا ونبدأ فكر التطرف والكراهية بما يحقق الأمنى والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل داعينا الله تعالى أن يعمى السلام والمحبة بين الجميع كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالإنجازات المهمة التي حققتها السلطة التشريعية على صعيد تطوير القوانين والتشريعات منذ انطلاقة المسيرة الديمقراطية في المملكة مثنيا رعاه الله على مستوى التعاون الإيجابي والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهمية تعزيزه لتحقيق كل ما فيه الخير والازدهار للوطني والمواطن وأشاد صاحب الجلالة بالعطاء المخلص لأبناء البحرين رجالا ونساء وتفانيهم في خدمة بلدهم وأعلاء رايته في كل المحافلة الدولية كما أشاد جلالته بأخلاق أهل البحرين الكريمة وحرصهم على الاحترام المتبادل فيما بينهم وتربطهم وتكاتفهم وذلك نابع من هويتنا البحرينية التي نعتز ونفخر بها كما أثنى رعاه الله بالطاقات الشبابية وأهمية الحرص على إتاحة الفرص لهم فقد أثبتوا كفاءتهم في خدمة وطنهم بكل اقتدار منوها بما يتميز به المجتمع البحريني على مر تاريخه العريق من قيم أصيلة في التسامح والتعايش والتعددية والتي عززت من قوته وتكاتفه وانعكست على مكانة المملكة كنموذج حضاري بين الأمم والشعوب وإن ميثاق العمل الوطني كان انطلاقا متميزة لتحقيق كل الطموحات والتطلعات المنشودة وعزز من عملية الإصلاح والتحديث والمشاركة الشعبية ورسخ حقوق المرأة البحرينية كما أنه نقطة تحول مهمة في تاريخ مملكة البحرين نحو بناء المستقبل الزهر معربا أيده الله عن تقديره لما يبدله جميع منتسب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من جهود طيبة وما يتسمون به من كفاءة وعزيمة صادقة مؤكدا أن رجال قواتنا البواسل هم درع الوطن المنيع الذين يؤدون واجبهم الوطني في ميادين الشرف والبطولة داخل البلاد وخارجها بكل شجاعة واقتدار وهم موضع فخر واعتزاز الجميع دائما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر